ما يمور اليوم في الساحة الإسلامية من محاولات نقض عور الإسلام والهجمة على أحكام الشريعة الإسلامية وإسقاط الثوابت التي جعلها الله سبحانه وتعالى من القطعيات التي لا يدخلها الاجتهاد ولا النظر ومنها قضية التسوية بين الذكر والأنثى في الميرات التي حصلت مع الأسف في بلاد القيروان والتي كانت من أوائل البلاد التي فتحها المسلمون ودخلها الإسلام قبل أن يصل إلى هذه الربوع من بلاد المغرب وما يراد له اليوم أن يحصل به الاقتداء في بلادنا في المغرب من طرف بعض المنظمات النسوية التي مع الأسف كانت تنادي منذ زمن بعيد بقضية المساوى بين الذكر والأنثى في الميرات هذا ليس من العدل لأن العدل هو ما جاء به الله سبحانه وتعالى الذي هو أحكم الحاكمين والعدالة إنما تتحقق بحكم رب العالمين ولا يمكن أن تكون بمسألة المساواة بين الذكر والأنثى فما سطره الله تعالى من الأحكام في الميرات هذا من القطعيات التي لم يلجها الاجتهاد لا نجد فيها خلافا بين أئمة المسلمين لا في مذهب مالك ولا الشافع ولا أبي حنيفة ولا أحمد هذه نصوص قطعية كما بالدلالة الأصولية لا يجري فيها عليها النسخ ولا الاختلاف الاجتهادي ولا النسخ الذي هو من باب إبطال الأحكام فما بالك بإقحام هؤلاء الناس أنفسهم في تبديل أحكام الله سبحانه وتعالى فنحن نقول أنه ينبغى أن يربأ هؤلاء الناس بأنفسهم عن معادة الشريعة الإسلامية لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل ذلك لأي بشر من الخلق وليس لإنسان كيفما كان أن يبدل وأن يغير في أحكام الله سبحانه وتعالى القطعية ونحن نعلم أن هذه الدعاوة كلها ستظلوا إن شاء الله دعاوة متهافتة أمام الهبل ومام التكاتف الذي نراه اليوم في العالم الإسلامي والله سبحانه وتعالى ناصر دينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسه بيده لا يبلغ أن هذا الأمر مبلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل ثم إن نخست هؤلاء لن تمثل إلا كما قال الشاعر كناطح سخرة يوما ليهنها فلم يضرها وأعيى قرنه الوعلو وما أبالي أنبى بالحزن تيس أم لحاني بظهر الغيب لأيمو هذا اللؤم الذي ينبجس من طائفة نشاز في الأمة الإسلامية لا تمثل صوت الأمة وإن أراد هؤلاء الناس فليطرحوا الأمر القضي للاستفتاء وسيرون الشعب المغربي الأبي ماذا سيقولوا في مثل هذا الكلام لن يصير إلا مع كلمة الله سبحانه وتعالى ولو خلي الناس بينهم وبين فترة الإسلام وبين شرعة الإسلام لم اختاروا غيرها نحن نلاحظ الذين حاولت العلمانية في بلاد الأناضول في تركيا أن تصلخهم عن دينهم وهويتهم مدة مئة سنة قرابة المئة سنة من أيام الذئب الأغبر إلى زماننا اليوم ولم يستطعوا الحمد لله أن يصلخوا هذه الأمة عن دينها فما بال هؤلاء بهذه البلاد التي هي أرض الأجداد أرض المرابطين وأرض الموحدين والسعديين والعلويين التي بنيت على دين الإسلام وعلى شريعة الإسلام لا يمكن أبدا أن تكون المشروعية التاريخية إلا لهذا الدين الذي هو دين الله تعالى في الأرض وكتب الله له الخلود فيها ترجمة نانسي قنقر